اعلنت وزارة الصحة عن تمديد موعد الجرعة الثانية لتطعيم سبوتنيك ذلك بسبب إعادة جدولة عمليات الانتاج والتوريد للشركة المصنعة وأوضحت الوزارة في الوقت ذات أن التمديد المقرر لن يؤثر على فعالية التطعيم وأن زيادة المدة بين الجرعتين قد يؤدي لزيادة فعالية التطعيم في بعض الحالات كما أكدت وزارة الصحة أنها ستقوم بعادة جدولة مواعيد جميع المسجلين لتطعيم سبوتنيك للجرعة الثانية عبر تطبيق مجتمع واعي وذلك وفقا لمواعيد الدفعات الجديدة المقررة وصولها إلى المملكة من قبل الشركة المصنعة